في النهاردة الاهلي النهاردة بيخوض ميرانو الرئيسي غدا استعدادا لمباراة المريخ السوداني فالأول لكرة القدم بالنادي الاهلي يخوض ميرانو الرئيسي في الثالثة والنصف عصرا غدا الخميس وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقل إن شاء الله هذه المباراة وقرر إقامتها مساء الجمعة يسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع ساعة الأولى لميران الأهلي غدا ويقام على ملعب التتش بالجزيرة وذلك وفقا لللوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا ويستعد أيضا للنادي الأهلي لمباراة المريخ السوداني على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا كريم فؤاد يتعافى ويشارك في جزء من التدريبات زي ما حضراتكم عارفين كريم فؤاد بيتعافى لأنه كريم في المباراة الأخيرة كان عنده كدمة في العضلة الأمامية في مباراته الأخيرة أمام سانداونز وطلع من المباراة ونزل مكانه طهر محمد طهر لو تتذكره يعني على فكرة بالمناسبة اللي بيتصاب بنقول أهو واللي بيرجع برضه بنقول ما عندناش مشكلة فيش حاجة بتستخبأ يعني لو كريم فؤاد قلنا إن كريم فؤاد تصاب قلنا إن كريم فؤاد رجع محمد هاني قلنا إن كريم إن محمد هاني مش هيلعب المباراة اللي فاتت وكذا عادي لازم نقول لأنه لما حضرتك حتشوف السكواد حتعرف إن محمد هاني مش موجود فبالتالي حتعرف إنه مصاب دلوقتي بنقول لحضراتكم إن محمد هاني رجع بالسلامة كلها حاجات مرئية لا يمكن إن أنت تخبي فيها حاجة أو إن أنت تكذب فيها بأي طريقة فعشان كده المعلومات يجب أن تكون واضحة شناوي وشوبير ومصطفى شوبير وعلي لطفي هذا السلاسي طبعا كان عاد الحقيقة تمرين مع يانكن المدرب حراس البرمة ودي المسحة اللي بيعملها لعبة النادي الأهلي قبل المباراة الإفريقية خلاص أصبح الأمر دلوقتي كلنا بنبقى عارفين إيه اللي بيحصل في هذا الأمر تدريبات بدنية وتقسيمة للهاعبين النهارده كان الميران عبارة عن جزءين جزء الأول كان التقسيمة أو الميران البدني البدني بيخد مثلا إيه عشر دقايق ربع ساعة نصف ساعة على حسب المدير الفني ما عايز يعمل وبعد كده بترجع بقى تلعمل الناحية الفنية التقسيمة دي وتبتعمل التقسيمة ليه؟ أنا بعمل التقسيمة علشان أشوف مين اللي هيلعب من ناحية اليمين لما الكرة تجيله ومين اللي يقطع من وراء وهكذا وهكذا يبقى موسيماني شايف الدنيا ماشية زي قدامه من خلال تقسيمة في الملعب الرئيسي هو بيرسي تاو اللي بيجري ده جماعة ولا مين؟ لا عنده تمزه هو عنده تمزه هو ده بيرسي تاو والله فعلا اللي هو كان عنده تمزه ومبرح تمزه بقى كويس من نهار ده الحمد لله بيخف بسرعة أفريقي بقى معنى الأفرقى عارفيني إنهم ليهم حركات كده والله الواحد معلش يا جماعة عزروني والله لإنه أنا من مبرح أهو بيرسي بيجري أهو هنفضل بقى مسكين بيرسي بيجري بيرسي واقف يلا طيب هاني محمد هاني يشارك فيه جانب من التدريبات الجماعية زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله الإصابة أصبحت جيدة إن شاء الله محمد هاني يكون متواجد مع اللاعبين بالكامل في المباراة المريخ القادمة بكرا إن شاء الله موسيماني وكابتن النادي الأهلي هيحضروا المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ وطبعا ده في استاد الأهلي والسلام هيبقى في تمام الساعة السادسة والنصف غدا الخميس موسيماني وكابتن الفريب الحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بهذه المباراة نيد وللسل siguiente المترجميه